مرحبا بكم أصدقائي في سبوت آن المشاهير قام الصحفي عاكف بعمل لايف قبل قليل وصدمت جمهور بكلامه حول علاقة كارن بورسن وهاندا أرشل حيث قال إنه لم يكذب على الجمهور بقول إن كارن بورسن وهاندا أرشل بعلاقة حب وقال إنه بفعل هاندا أرشل وكارن بورسن كانوا بعلاقة حب مع بعضهم وتواعدوا ولكنهم لم يتفقوا كثيرا وفضلوا أن يبقوا أصدقاء فقط وأكد عاكف علاقة هاندا أرشل ومراد أكدوان حيث قال إنهم التقوا منذ فترة قصيرة وهم في بداية علاقتهم الآن ويعيشون علاقة حب وهذا الكلام كان صدمة لجميع فانس هاندا أرشل وكارن بورسن حيث كان عاكف دائما ما يؤكد علاقتهما ويقول إنه سيأخذ صور لهما ولكن اليوم فاجأت جمهور بهذا الكلام كما وأكدت الصحفية بيرسين علاقة هاندا أرشل ومراد أكدوان بتويتر نشرتها يوم أمس وبعد هجوم الفانس عليها قامت بحثفها الآن الجمهور ينتظر تصريح رسمي من هاندا أرشل لتؤكد أو تنفي هذه الشائعات الكثيرة التي ظهرت هل تعتقدون إن كلام عاكف صحيح أم لا يا أصدقائي؟